اشتركوا في القناة جملة امنية مكثفة بمختلف المدن التونسية والوحدات الامنية والعسكرية تجدد تأكيد جاهزيتها لتأمين رأس سنة الادارية جربا تحتضن عرضا فريدا للسيارات الكلاسيكية والتاريخية بمساهمة مالكيها تعزيزا لمنطوج المنطقة السياحية أهلا بكم مشاهدين العزاء ونحن نعيش دقائق العام الجديد واحد وعشرين وألفين الأولى يسعد تلفزة التونسية أن تتقدم بأجمل تهاني إلى التونسيين داخل أرض الوطن وخارجه وكل عام وأنتم بألف خير عبرنا إذن مشاهدين من سنة إلى عام وقطعنا شوط عشرين وألفين السنة التي اختلفت عن سابقاتها والتي تعتبر الجائحة أهم علاماتها الفارقة جائحة وقعت حياة التونسيين ولوانتها ألوانا قاتمة إلا أنها لم تمنعهم الاحتفال ببداية جديدة نرجوها لعام سعيد رغم الظروف المتوقعة استعدادات ساعة عشرين وألفين الأخيرة للعام الجديد نتابعها معا لأنها سنة غير عادية بفعل تأثير جائحة كورونا فقد اختار العديد من التونسيين توديعها واستقبل سنة جديدة باختيارات مختلفة تعددت الأماكن وتنوعت والهدف كان واحدا الاحتفال البنوت تحب تزاين وتحب تعمل السلام مع أخويتها وبوها ومميتها عام دي ما سبيسيال مش كما بتاع كل يوم بزيد شوية مصروف رح نعدي رأس العام مع العائلة خير ما نبقى واحدة بتاع وإن شاء الله ربي يستر الاستعداد للاحتفال بسنة جديدة تزمن مع عديد الأمنيات اللي كيمة القهاوي كيمة الحاجات اللي تساكرت كيمة العبادة اللي ملقاتش كيفاش تاخدم وكيفاش تدخل الفلوسي 2020 إن شاء الله تحل البيبان في 2021 وإن شاء الله يتعدى عام خير عطوين سيلكل يربي يتنح علينا الكورونا وربي يبقي علينا الستر ويخرج علينا بالحال خطر تخناقنا إن شاء الله ربي يحمي أمننا ويحمي جنودنا ويحمي جبوليتنا ويرخصوا شوية في قفة المواتن زادها شوية سنة أخرى نطويها من حياتنا ونفتح صفحة سنة جديدة نكتب عليها سطورا من الأمل والتفاؤل بعام أفضل من سابقه سيكون أفضل بإذن الله ومن عادة ذكرة الإنسان الاحتفاظ بالأسوأ عموما وهي نادرا ما يعلق فيها الأجمل وتستذكره وذلك هو شأن تونسيين اليوم وهم يوضعون سنة الألم والصعوبات التي خلفتها الجائحة كما عبر عنه أهالي ولاية قفصة وإن كانوا يحدوهم الأمل في أن يكون العام الجديد عام الخير وعودة المسر أمال بسيطة أصبح ينشدها الأطفال لسنة جديدة على الأبواب أن تزح هذه الكمامة وتعود الدراسة كما كانت سابقا والصحة للجميع بعد جائحة دخلت أغلب المنازل التونسية وأربكت طريقة عيشهم ربي إن شاء الله إتناح علينا الكورونا ونرجع ونقروا إلى بي أبويا أمي وإخويا صحة بي وطونس بطبيعة وإن شاء الله ننجح في الامتحانية ونعدوكم كورو بالجميع الصغر نحب أنا نحب ما تمرضنيش الكورونا ونعقموا يدينا جد جد ونغزلوا نلبسوا البابات وكل روحوا دار نغزلوا يدينا عينون على الوضع الاقتصادي والتجاذبات السياسية التي أرهقت البلاد والعباد وأخرى على الجانب الصحي للعائلة ونجاح الأطفال في دراستهم هي أبرز ما يشغل المواطن وهو يوجع سنة ليستقبل سنة جديدة وبمناسبة حلول سنة الإدارية الجديدة هنأ رئيس الجمهورية قيس سعيت في كلمة التونسيين مؤكدا أن السنة المنقضية كانت صعبة على المستويات كلها وطنيا ودوليا وأن مبادرة الحوار التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل يجب أن لا تكون كغيرها من المبادرات ويجب خصوصا تشريك شباب فيها فأن الحوار الذي تم القبول بمبدأه لن يكون كالحوارات السالفة ولا يمكن أن يكون بالفعل حوارا وطنيا ألا إذا تم التوصل إلى سيغة تمكن الشباب على وجه الخصوص من كل أنحاء الجمهورية من المشاركة الفعلية في سياغة الحلول والتصورات يا أبناء هذا الوطن العزيز في كل مكان أننا نودع عاما غير آسفين على وداعه ونستقبل عاما جديدا يحدون العزم نفسه في الانطلاق على أسس صلبة ثابتة نحمل معا الآمال ذاتها لأيام أفضلة مما مضى وفي مستقبل تشرق فيه الشمس مجددا زيارة تفقد ومتابعة أداها دقائق عشرين وألفين الأخيرة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى وزارة داخلية ليزور قاعة العمليات الجديدة ويطلع على ما تتضمنه من تجهيزات متطورة الرئيس طلع أيضا على استعدادات مختلف الوحدات الأمنية والمرورية والحماية المدنية وجهزيتها لتأمين الظروف الملائمة وحماية المواطنين بكامل تراب الجمهورية بمناسبة حلول السنة الجديدة رئيس الجمهورية شكر الأعوان والإطارات تابعين للوحدات الأمنية كلها لما يبذلونه من جهد حرصا على أمن التونسيين والتونسيات ثم تجول بشارعه لحبيب بورقي باب العاصمة والتقى أعوان الأمن السهرين على ضمان تطبيق القوانين والإجراءات المعلنة في هذه الفترة توقيا من تفشي جائحة كورونا وحفظ صحة الجميع كما توجه لهم بالشكر والتشجيع على مواصلة اليقظة من أجل حماية تونس من المخاطر المحتملة جميعها أذا وتتواصل جهود الوحدات الأمنية حتى الساعات المتأخرة من الليل بمختلف النقاط المرورية لفرض احترام الترتيب القانونية تماشيا مع ما تقتضيه الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وفرض احترامها من قبل المواطنين توعية مستعملية طريق بما تستوجبه الخطة الوطنية لسلامة المرورية في هذه المناسبات والتوقي لمجابهة الفيروس تبثل أيضا مهمة المرصد في هذا الظرف الاستثنائي الخاص مع منع الجولان داخل الولايات وبينها حيث يعمل الورصد الوطني لسلامة المرور على معظلة الجهود الأمنية على الطريق وحماية مستعمليها وضمان علوية القانونة متواجدين هنا في نتاق حملة تحسيسية قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور والتي شعارها سنة 2021 بدون حوادث فما امتثال القوانين ونشوفه في الزمالية التي لها قائمة بواجبها وقايمين احنا بعمليات تحسيسية باش نحدهم من حوادث الطرقات ونحصوهم على استعمال الحزام الأمن عدم الافرات في الصراع عدم السيقة تحت تأثير الكحول ترك مسافة الأمن استعمال الكمامة عدم استعمال الهاتف في الجوال هذير كلها نساح نتقدموا بها للمستعملين الطرقات لحد من حوادث الطرقات وفوق هذير كل قمنا زيدا بتقديم بعض الهدايا كتشجيع المواطنين باش يزيدوا هما يمتثلوا أكثر ويتبقوا القانون كنا قد رسلنا خطة من أكتوبر 2019 للحد من حوادث الطرقات أقل من الألف قاتير وصلنا حققنا الهدف ورغم الهدف هذير اللي حققناه منظرنا نصعه المزيد من تحقيق هذير فقرة في شأن آخر اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها أمس الخميس أو رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للقطاعات الفلاحية وغير الفلاحية بعد تشوري مع المنظمات المهنية الخاصة بأصحاب العمل والعمال وفق بلاغها تفاصيل الزيادة جاءت كالتالي زيادة الأجر الأدنى المضمون الخاص بمختلف مهن القطاعات غير الفلاحية الخضيعة لمجالة الشغل نظام 48 ساعة في الأسبوع بـ 26 دينارا ومائتين وثمانية ملالين في الشهر لتزيد من 403 دنانير ومائة وأربعة مليمات إلى 429 دينارا و312 مليم زيادة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن غير الفلاحية الخضيعة لمجالة شغل نظام 40 ساعة في الأسبوع بـ 21 دينارا وثمانمائة وأربعين مليم في الشهر ليرتفع من 343 دينارا وثمانمائة واثنين وتسعين مليم إلى 365 دينارا وسبعمائة واثنين وثلاثين مليم زيادة الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بدينار وثمانية مليمات في اليوم ليرتفع من 15 دينارا وخمسمائة وأربعة مليمات إلى 16 دينارا وخمسمائة واثنين عشر مليم زيادة المنحة التقنية للعمل الفلاحيين ذوي الاختصاص بـ 54 مليم في اليوم لترتفع من 826 مليم إلى ثمانمائة وثمانين مليم وليصبح الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين ذوي الاختصاص 17 دينارا وثلاثمائة واثنين وتسعين مليم في اليوم الواحد تقرر تأشيل إضراب الأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية باسفاقس المزمع تنفيذه أيام الرابع والخامس والسادس من جنبي 21 و2000 عقبا عقاد جلسة عمل أمس الخميس بإشرف وزير الصحة فوز المهدي وحضور اتحاد الشغل الجهوية والفرح الجامعي للنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية بالجحة اللقاء تدارس مشاغل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة باسفاقس وأقر الاتفاق حول جملة إجراءات هدفة إلى تحسين مناخ العمل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية 1924 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي سجلتها تونس وفق وزارة الصحة بعد إجراء 6,965 تحليلا مخبريا في حين ارتفع عدد الوفاية جراء الفيروس إلى 4,674 بعد تسجيل 56 وفات يوم الثلاثين من ديسمبر الماضي الحادية عشرة ليلا الوزارة أكدت في بلاغها أن 326 مصابا يقيمون حتى الثلاثين من الشهر الماضي بأقسام العناية المركزة بالمشافي العامة والخاصة في أخبار الرياضات عادل الاتحاد المونستيري مع ضيفه نادي البنزرتي بهدفين لهدفين خلال مباراة أقيمت بينهما أمس ضمن الجولة الخامسة لبطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم إلياس جلاصي سجل هدفي الاتحاد المونستيري من ضربة جزاء في الدقيقتين الحادية عشرة والخامسة والثمانين فيما تحقق هدفان نادي البنزرتي بواسطة شافوم مونيخ خطأا في مرمى فريقه وشهاب بن فرج في الدقيقتين الحادية والاربعين والستين على التوالي النادي البنزرتي رفع بتعادله مع الاتحاد المونستيري لرصيده إلى أربع مقاط في المركز الحادي عشر فيما أصبح رصيد الاتحاد المونستيري لنقطتين في المركز قبل الأخير توجى اللاعب الدولي التونسي نعيم السلتي مهاجم نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم توجى بجائزة أفضل لاعب بالبطولة السعودية لشهر ديسمبر الحالي السلتي انضم إلى نادي الاتفاق منذ موسمين قادما من ديجون والفرنسي تجميع السيارات القديمة والمحافظة عليها هواية الكثيرين وهي غرام يحفظ طابع هذه المركبات تراثية مدينة جربا ميدون من ولاية مدنين احتضنت أول معرض سيارات قديمة تونسية بينها سيارة أول رئيس جمهورية الحبيب فرقيبة في جزيرة جربا وفي تظاهرة هي الأولى التي تنتظم بلجها معرض للسيارات التاريخية والكلاسيكية يعود تاريخ تصنيعها إلى بدايات القرن الماضية بينها هذه السيارة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية يتم معرضها في فضاء خاص وقارة متعدد هو الأول بجزيرة جربا وقع تنظيم المعرض السيارات التاريخية والكلاسيكية بجزيرة جربا وبالجنوب تحديدا من الجنوب الشرقي بمساهمة مالكي ومحبي هذه السيارات من جنوب الشرقي ككل كان فيه ما يزيد على عشرين سيارة ما تم تقديمه في هذا المعرض عد درارا في عالم السيارات التاريخية والكلاسيكية لندرتها ما يمثل إضافة نوعية للمنتوج السياحي بالوجهة السياحية جربا جرجيز المعرض فيه ما يزيد على خمسة وعشرين سيارة اللي كانوا حاضرين اليوم هدايا في المعرض منهم السيارات اللي أعمارهم لكلها تتوق الأربعين سنة عنا سيارات حتى باثنين وسبعين سنة من سيري ستة وسيري ثمانية وعنا سيارة الرئاسة سيارة زعيم برقيبة اللي يرحمه اللي هي تشوفها هذه عام ثمانية وستين عام ثمانية وستين في حالة جيدة جدا وقال دور في الطرقات اليوم ومع ارتفاع عدد مالكي هذه السيارات التاريخية والكلاسيكية يظل هذا القطاع يعاني منصعوبات أدى لديممته وتواصله وتطويره هنا في تونس كيف كيف أن نكونوا سبقين في هذا المجال وخصوص معلوم الجوالين هذوم سيارات مع تقدم سيارة عمرها سبعين عام خلصت ما فيه الكفاية بشتدور في الطرقات التونسية اليوم ما دابينا أنها تعفى من هالمعلوم الجوالين لأنها تخرج مرة في الأسبوع ولا مرة في الشهر كذلك الفحص الفني اليوم المعدات اللي عندنا في الفحص الفني هي معدات متع سيارات فيهم لبيات وغيره سياراتنا احنا هذوم سيارات قديمة ماذا بينا مع شوية مرونة في الفحص الفني معرض أول في دورة أولى لمنتوج متفردة ومعه تفتح أفاق جديدة لتطوير الوجهة السياحية التونسية وجلب السياحة من نوعية خاصة نهاية المعودة لإخبار المشاهدين الكرام وهذا تذكير بالعنويل التونسيون يستقبلون العمل جديد وسط مظاهر احتفالية محدودة وفي كلمة بالمناسبة رئيس الجمهورية يؤكد عزم الانطلاق على أسس صلبة وثابتة 21 وعالفين حملات أمنية مكثفة بمختلف المدن التونسية والوحدات الأمنية والعسكرية تجد تأكيد جاهزيتها لتأمين رأس سنة الإدارية جربة تحتضن عرضا فريدا للسيارات الكلاسيكية والتاريخية بمساهمة مالكيها تعزيزا لمنتوج المنطقة السياحية أخبرنا هذه وغيرها على ذمتكم مشاهدين عبر بوابة التلفزة التونسية عاما طيبا سعيدا وليلة هادئة اشتركوا في القناة